كمان نهاردة هنتكلم على الجميل المحترم الخلوك محمد صلاح نهاردة يتوج بكتاب أفضل لعب بربطة الكتاب الإنجليزية وده هيبقى أول لعيب أفريكي عربي يتوج بالجايزة ودي حاجة تفرحنا كلنا كمصريين وتدينا دفع للأمام يعني يشوف الراجل ده بيعمل إيه وكل يوم بيوصل لفين وصغير 26 سنة يعني ما كبرش يوم بقاش عجوزه وشعره بيضه ولا شابه ولا أره علاء ده ولسه صغير وعنده لسه طموح وأحلام وأماله وحاجات كتير قوي فيارب احنا كان يكون ده قضوتنا وكلنا نفكر في اللغة بيعمله ده ونستخدمه نينا ليه محمد صلاح بيعمل كده ممكن يكون من تربية الأب والأم الصح نهاردة فكرتنا الأولى اللي هنتكلم فيها صداقة الأباء للأبناء يعني ايه صداقة الأباء للأباء للأباءات لأولادهم يعني ايه يعني نازم تخلي بالك من ولادك مش كل حاجة بس شغلك يعني مش كل حاجة انت شايف الشغل ومركز فيه ونازم من صبح لغاية بالليل وساب الأولاد لا لازم تركز معهم لازم تركز معهم قوي يعني اتصحبهم أكيد فيه أمثال كتير موجودة في البيت المصري بيصاحب أولادهم أنا بحب أولا ما شوف الأم قاعدة مع أولادها بتذكر لهم هتقول معلش الأم المصرية بتشتغل للوقت ويعيني في الطحونة اللي احنا كنا عايشين فيها بس برضو للولادك لما انت لما تطلعيهم كويسين فهيطلعوا صلاحين لنفسيهم والمجتمحهم صلاحين لنفسيهم يعني هيتعاملوا معاكم كويس أب أو أم فكلتا الأحوال لازم الأولاد يكون مترابين تربية سليمة صحيحة علشان يطلعوا يفيدوا مجتمحهم دلوقتي أنا لو أب وجيت قدام ابني وبجدب أنا بردش على تريفون بقول أنا مش موجود مش عارف مين كان عايزني في حاجة مش أنا نايم أكيد هيطلع فيهم الأيام يعمل نفس الحوار ده يبقى أنا بالتالي مش لازم أجدب عندنا قصص كتير قوي يعني أنا كنت قاعدت باتكلم مع حد في موضوع القصص دي فبقول أنت دلوقتي بصاحب ابنك قال أنا بصاحبه جدا ده أنا ابني كبير في السن ووصل للسنوية العامة ومصاحبه تمام وبتاع طب قلت له تبحكي لي أي حاجة فحكي لي حاجة غريبة جدا قال لي كنت انا قاعد باتكلم معه الورق في السنوية والأب قاعد بيتكلمه ومصاحب فبيقول له انت بتشرب سجار يا ابني فالورق بصها لعيبة السجار بتعببه بابا وقال له فيها إيه طبعا أبو طبعا اتحول والكرسي كان بيتير والحزام كان متلع والحاجات دي بس الفكرة هنا أنت دلوقتي يا أب بتيجي تحاسب ابنك أنه بيشرب سجار طب ما أنت لازم تبطلها عشان تعرفت حاسبه مجيش تقول له انت بتعملش ده ده غلط وانت بتروح تعمله يبقى إزاي يبقى الصح عندنا هنا اللي احنا لازم نشوف نفسينا صح عشان نخلي أولادنا يشوفونا صح مجيش بقى أقول له يا ابني ايه واحد الشبس جاير دي بتدمرك دي حتى بواصلك جسمك ففي الآخر ما أنا بعمل كده الغلط قدامه يبقى احنا لازم نركز في الموضوع ده لأنه مهم قوي أن احنا نطلع جيل صالح لمجتمع فما ينفعش احنا بس نتكلم وندينهم إرشادات وإحنا عارفين وعارفين في المجتمع وإحنا عارفين في الحياة يا ابني واسمع مني وخدها خبرة منك لا عشان أكون منك خبرة لازم تكون انت صالح ماشي مستقيم طبعا أنا كمان ابنك مستقيم زيك بالزبط الابن بيطلع للأب والبنت بتطلع للأم احنا عارفين كل الحاجات دول العدد دي طبعا أنا ليه شرف أن أنا أقول مثلا حاجة عن حاجات الشخصية يعني أنا دلوقتي اللي رباني هي أمي وده شرف ليا جدا أني طلعتني صالح في المجتمع والحمد لله يعني فخور اللي أنا بقعد قدام حضراتكم بتكلم دلوقتي أمي أنا ما بخافش منها أنا بخاف على زعلها هو ده الفرق يعني دلوقتي أنا كأب وكأم خليوا أولادكم يخافوا على زعلكم مش يخافوا منكم يعني يعملوا حاجة غلط مش يجيوا بقى أنا خاف أبوها يضربني أمي هتقطع عن المصروف لا يخافوا أن هم يعملوا الحاجة الغلط فبالتالي يحصل المردود بزعلكم فحاولوا دوروا على الحتة دي دوروا على الأولادكم يكونوا فعلا بيحبوا الأب والأم وخايفين على زعلهم